أهلاً فيديو اليوم رح أشارككم مصفة تشورز الكنافة مرة ساهل وسريع وليذيذ ضروري جربونا الوصفتنا اللذيذة اليوم رح أستخدم آلة التشورز منهم ألك قصر الأواني بالبداية رح أحط الكنافة بعد ما دهنتها بالسمنة ونحشيها بجبم وكعبات ونلفها رول بهذا الشكل والوصفتنا اللذيذة اليوم رح أستخدم آلة التشورز رح تنفعكم الوصفات كثير بحط لكم رابط المنتج تحت نرتب الرولات بهذا الشكل ونقفل عليها من أربع إلى ست دقائق الحلو بالآلة أنها سطحة غير قابل الالتصاق فما رح أتتعبكم وخلصنا عند التقديم رح نسقيها بشيرة نزينها بالفسق والورد وخلصنا الوصفة مرة سهلة وسريعة ولذيذة ضروري تجربونا وبالعافية رب إن شاء الله رب تكون حبيت وصفتنا اللذيذة اليوم لا تنسون اللايك اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتابعون بحساب سناب شات وحساب انستجرام وشوفكم بصفات جاي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر